برأت اليوم محكمة برمود رئيس بالعاصمة تسع إطارات بتعضدية صناعة المحروقات التابعة لسونتراك على رأسهم رئيسها من فضيحة اختلاص وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة إلى جانب موثق وتاجر القضية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تضمن أن إطارات تعضدية ينتهجون طرقا غير شرعية لاختلاص أموال تعضدية وسوء التسيير على مستوى تعضدية هذا عقب إشراف طرات تعضدية على بيع عقار محجوز يعد ملكا للتعضدية وسحب عدة أموال من خزينة المال بدفع شرع سكنات اجتماعية